الله 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 سبحان الله أعوذ بله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العلي العظيم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجزيرة العربية كانوا قلة من الذين يكتبون ويقرؤون أو يقرؤون فقط بعض الناس بعض المؤرخين يقول فقط 17 نفر في مكة كانوا يستطيعون القراءة ويمكن بعضهم الكتابة معنى ذلك أن الثقافة كانت شبه منعدمة في الجزيرة العربية وخاصة في مكة وما حولها طيب القرآن هذا الكتاب العظيم المعجز نزل في هذا العصر في هذا الجو في هذه البيئة العجيمة التي لم يكن الناس يعرفون القراءة والكتابة والاطلاع على الكتب السماوية السابقة إلا بعض النصارى من أهل الكتاب وهؤلاء كانوا قلة جدا يعني بعدد الأصابع في مكة نعم في المدينة كان الكثيرون من أهل الكتاب من اليهود طبعا لأنهم أتوا إلى يثرب لاستقبال رسول الخاتم أو الخاتم محمد صلى الله عليه وآله فقد كانوا قد قرأوا في كتبهم السابقة أن في آخر الزمان يأتي آخر الأنبياء يظهر في يثرب التاريخ يقول هكذا أنه بعد موسى أو في زمن موسى عليه السلام كثير من هؤلاء وفي قصة ما علينا بها تاريخية وبعضها غير مؤكد المهم اتجهوا إلى يثرب من المدينة اللي بعدين صارت اسمها مدينة رسول الله وإلى اسمها يثرب إلى خيبر إلى يمكن حوالي الأردن مثلا سكنوا هناك واشتغلوا بالتجارة والزراعة وأخذ الربا وما أشبه بعض التجار كانوا وشويهم تركوا دينهم بعدين عندما أجل رسول وهاجر إلى المدينة خوف صارت القضايا اللي تعرفوها الحروب والمشاكل مع أن الرسول عاهدهم كتب معهم معاهدة إلى الآن موجودة في كتب السيرة معاهدة جدا حضارية أنه أنتم على دينكم ما يخالف يهود ما يخالف ابقوا على دينكم ولكن لا تتعرضوا على المسلمين ما لكم شغل بنا احنا ما لنا شغل بكم احنا نسميهم في كتب الفقه أهل الذمة يعني هم في ذمة الدولة الإسلامية تحت رعايتنا نحميكم ندافع عنكم أموالكم محصنة أملاككم زراعتكم تجارتكم كلها في أمان بس بعد لتحاولوا تجون تتفقون مع المشركين في مكة وتؤلبون على المسلمين هاي القضايا مع الأسف صارت في عهد رسول الله وهو أغلب الحروب التي قاموا بها ضد رسول الله كان بتخطيط من اليهود مع المشركين طبعا النصارى وين كانوا هاي المقدمة هاي المقدمة أقولها لأن الآية ترتبط بهذا الموضوع النصارى كانوا في اليمن في نجران في تلك المناطق وامتدادهم كان إلى الأردن لبنان سوريا اللي يسموها الروم الشرقية بعدين الروم الغربي يعني أوروبا النصارى كانوا في النصارى العرب النصارى العرب كانوا في اليمن أكثر شي بعض هؤلاء نرجع الآن نجي إلى الآية بعض هؤلاء ثنين ثلاثة أربعة كانوا في مكة هذول كانوا يعرفون القراءة بعضهم واحد ثنين أسماءهم موجودة كاتبين في كتب التاريخ أنه فلان ابن فلان فلان ابن فلان هذول طبيعي النبي قبل أن يبعث يعني يرسل وهو نبي صلى الله عليه وآله ولكن لم يؤمر بالدعوة كان مورد احترام وتقدير من كل الناس حتى المشركين ذاك اليوم ما عندهم مشكلة مع النبي صحيح أنه يتيم قريش ولكن كان محترم ويعبرون عنه بالصادق الأمين أماناتهم كلها تودع عند رسول الله حتى يوم اللي الرسول هاجر وكل علي ابن أبي طالب في قصة بعد قضية البيتوتة في فيراش رسول الله والقضية المعروفة الإمام بقي حتى يؤدي أمانات الناس ودائع الناس منو كان يخلي عند النبي المشركين مع أنهم كانوا على خلاف مع النبي بس يقولون هذا الصادق الأمين فكان له احترام في مكة قبل البعث أيضا هؤلاء هل كم نفر من النصارى اليهود فقط كانوا يأتون إلى مكة للتجارة ما يبقون يعني ما عندي أنا سند تاريخي مستند تاريخي أن يهوديا كان قاطنا في مكة يعني بيت عائلة يسكن في مكة أنا كانوا يمرون على مكة يمكن موجود أنا ما شايف يمرون على المكة للتجارة بعدين مكة موقع تجاري لسببين للكعبة لأنه المشركين كان عندهم حج بس حجهم كان صفير وتصفيق وبعض هم كانوا بعضهم مو كلهم هاي فيه قضية يطول البحث كانوا عرات أيضا يطوفون حتى نساءهم هذا بها استثناء طبعا فكان سوق سوق تجاري إلى الآن موجود الحج لما نروح هم سوق ما به شي نحج ونشتري وبعضهم كانوا يجيبون بضائعهم يبيعوها في موسم الحج فالسوق تجاري إضافة إضافة على ذلك سوق عكاظ هذا السوق الذي كان ينعقد سنويا لقدر الأشعار الشعراء يجون فيلقون قصائدهم وأكو حكم هؤلاء الحكام أو الحكم يختارون من القصائد أفضلها ويعلقونها على الكعبة اللي يسموها المعلقات هذه المقدمة لماذا قلت؟ حتى نعرف مورد نزول هذه الآية التي نحن بصددها هل كم نفر من غير اليهود من النصارى كانوا في مكة وشوية كان عندهم ثقافة يعني يقرأ يكتب مثلا عنده كتب من الكتب كتب الأنبياء السابقين مثلا فبما أن الرسول كان محترما في مكة من قبل المشركين أيضا قبل الدعوة قبل الرسالة قبل البعثة فشنو كان كانوا الناس يحترموه الصادق والأمين هؤلاء المثقفين أيضا يحترموا أكثر لأن يشوفوا أنه هذا غير الناس بقية قريش عندهم عنفوان وعدهم كبرياء وعدهم تكبر وعدهم يظلمون العبيد يشتغلون بالربا فلان هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله صادق أمين وديع مؤدب ما عنده مشكلة مع أحد دائما يعين الضعفاء فكانوا يحبوه هلشب نفر يعني إضافة على المشركين فكانوا يصادقونه منهم فلان ابن فلان سأل الأسماء أنا أنساه وما كتبتها بعد كم نفر كانوا من أصدقاء رسول الله والرسول الله يجلس معهم ما به شيء من أهل الكتاب ونصارى ناس طيبين واحد أو اثنين من ذول أسلموا التاريخ يقول فلان ابن فلان فلان ابن فلان من النصارى المثقفين اللي كانوا يقرؤون الكتب أسلموا على يد رسول الله وين أوائل البعثة المباركة في مكة والسورة مكية سورة النحن كون بعث الرسول اقرأ بسم ربك الذي خلق بدأت الدعوة الإسلامية والنبي بدأ في سنوات الأولى بخفية بعدين اجند أنه بلد خلص وأنذر عشيرتك الأقربين اللي جمع عشيرته والقصص اللي تعرفوها فالخبر انتشر أن هذا الشاب يتيم قريش يدعي أنه نبي يوحى إليه من قبل الله والذي يوحي إليه ملك من الملائك اسمه جبرائيل ينزل عليه بالوحي طيب العرب ذاك اليوم مع الأسف أغلبهم في مكة وقفوا موقف سيء مع الرسول وتعرفون التاريخ بعض العرب آمنوا بالرسول فصارت مشكلة فكرية في مكة وحوالي مكة والأخبار تنتشر عبر التجار عبر القوافل أن هذا الشاب يدعي أنه مرتبط بالسماء هم سامعين أنه أكو أنبياء جايين إبراهيم نوح موسى عيسى بس ما يعرفون شنو أصلا أهل الكتاب يعرفون ليش يعني عندهم ثقافة أهل الجاهلية إذا صح التعبير جوهال ما يعرفون شي لا قراءة لا كتابة فقط همهم بطولهم ونساؤهم وتجارتهم وعبادة الأصنام وعبادة الأصنام صارت تجارة كانت في واقعها تجارة ليش الناس تجي تعبد الأصنام ويحصلون فلوس من ذول إضافة على السوق بضائع وتجارة وفلاء هل كم نفر واحد أو اثنين أو ثلاثة كم اسم أكو آمنوا برسول الله وكانوا يحترمون رسول الله قبل البعثة المشركون خاصة صناديد قريش المعاندون اتهموا الرسول بتهم مع الأسف ولكن إذا القرآن ما كان يقول ما كنا نتجب أن نقول العياذ بالله من التهم أنه ساحر سحر هذا ليش ساحر لأن القرآن كان يؤثر لذول أن فصحاء صحيح مشركين بس يحبون الشعر يحبون الأدب الفصاحة والبلاغة موجودة في العرب لا شك حتى البدو ما لهم يعرف الفصاحة وبعدين يتلذذون يتذوقون الشعر وإلى السوق عكا ضمن شنو معناته يعني لأنه الشعر كان إلى قيمة يعني والمعلقات يعني كان إلى قيمة فكان يلتذون من فصاحة القرآن وبلاغة القرآن وهل السجع الموجود في القرآن الرحمن الواقعة الحمد هاي شكل تأتي الصور والنبي يقرأ على المشركين لمصالحهم لعنادهم لخبثهم مو كلهم طبعا بعضهم أسلموا قالوا لا هذا احنا من نقبل هذا الشيء فأجوا فاوضوا الرسول تعال نبطيك أحسن بناتنا أجمل بناتنا رئيس صير فأنا بس أترك هاي قضية عبادة الله الواحد أتركها هاي الأسلام لازم تبقى لنسوقهم بعد النبي ما قبل الطبيعة بعد جاي لكسر الأسلام جاي فاتهموه بالسحر بالكهانة بالكذب والعياذ بالله بالارتباط بفلان وفلان هاي الآية نزلت في هذا الموضوع قالوا بابا هذا الرجل هو ما يعرفش لهو عروبي مثلنا أهل مكة النبي ما مسافر أكو حديث أنه سافر إلى الشام في طفولته مثلا إيه أما أنه ممثقف لا يقرأ ولا يكتب في الظاهر يعني النبي الأمي إذا صح التعبير أنه لا يقرأ ولا يكتب بالنتجة ما كان دارس عدى أحد فهذا من ين يجيب القرآن بهالحلاوة بهالفصاحة بهالبلاغة بعدين أخبار الأنبياء عن إبراهيم يتكلم عن موسى عن عيسى عن نوح فضاء الأخلاق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة التي قرأنا هذه الآيات فكانوا مستغربين شي يقولون من التهم التي اتهموها رسول الله أنه العياذ بالله كذاب يستجير بالله من هذه الكلمة أعتذر يا رسول الله ويرتبط بفلان المسيحي هاي المقدمات كلها قال واش قلنا حتى نصل إلى هذه الآية فلان ابن فلان يشوف الرسول وصار مسلم فهو يقول له قل الشكل قل الحمد لله رب العالمين قل الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الشكل يعلمه الجواب طبعا هذا تهمتافه لأسباب الأسباب يذكرها القرآن أولا هذا الذي يتهمونه أنه هو الذي يأتي بالقرآن أعجمي لسانه شوفوا أكو أعجمي وأكو أعجمي العجمي أولا العجمي على لهجتنا يقول فلان عجمي العجم غير العربي الفارسي الهندي الماغري الصيني كله غير عربي يقال له عجم هذا ما أعجمي الآن للإيراني فقد يقالوا العجم كأنه المهم يعني معناته كله غير العرب كان يسمهم عجمي الأعجمي شنو الأعجمي عربي عربي ولكن ليس فصيح يعني ما يعرف يحتي أعجمي يعني ما يقدر ينظم شعر مثلا ما يقدر يخطب ما يقدر يدير جلسة مثلا هذا يسموه أعجمي ولو هو عربي الآن كل واحد غير يستطيع يصعد المنبر يحتاج لتمرين ويحتاج لفن ودراسة وما أدري تروح 23-23 سنة تدرس حتى تعرف مثلا تلقي كلمة مثلا صعبة هي من باب الفكاهة واحد من أقرباء أنا كان يقول أول ما دعيت أن ألقي كلمة في الحسينية الخراسانية في كربلاء هاي الأرض اللي إن شاء الله ردنا منها هناك إلى الآلم أرض بس إن شاء الله تصير حسينية للزوار يقول دعوني هناك وحفلة أرض كبيرة ومنصة خلو فلان أنا بس ما رعت ورا الميكروفون أريد أخطب شفت الناس جماهير كل هدا تباوعني أخذني الغشيان وقعت أصلا ما عدت روحي أصلا يجو ورشوا ماء علي من خوفي من هلعي من عدم جرأتي الواحد اللي إلى الآن ما ملقي كلمة صعبة يعني بس هذا للفكاهة قال الله يرحم إن شاء الله فبعدين قامت بعدين عدلوني وقريت الكلمة هو مشاعر بس قريت كلمة ونزلت بعدين تعود صار دكتور أستاذ جامعة إلى آخر فقصدي يعني ممكن واحد عربي ولكن أعجمي يعني غير فصيح غير بليغ ما يقدر يتكلم ما عنده ثقافة القرآن يقول هذا اللي انتو تقولون صديق رسول الله وهو اللي يلقي القرآن عليه وتتهمون رسول الله بالكذب وهذا أعجمي وهذا لسان شنو عفوة كان ذاكرت يمع الأسف وهذا لسان عربي مبين هذا القرآن الفصيح البليغ اللي تعجز الجن والإنس يعجزون أن يأتوا بآية منها شبيه إليه اجتمعوا العرب أيام رسول الله وغير أيام رسول الله حتى شفت جديدا أنه أيام الاتحاد السوفيتي صارت الشيوعية وما ديشتون هالأمور فكانوا يفكرون شنو يقولون حول القرآن كانوا يدرسون القرآن وإلى الآن في كل البلاد يدرسون القرآن فقالوا هذا مو من تأليف واحد يعني ما يقولون من الله لأن ما كانوا يعتقدون بالوحي أصلا بالإله ما كانوا يعتقدون والحيدين بعضهم بعضهم طبعا فكانوا يقولون هذا من تأليف لجنة ثقافية كبرى مجتمعين أعلى أو أرقى المثقفين الدكاترة كاتبين هذا أيام قبل يعني أيام الرسول وإلا واحد عربي هذه كلمة عربي مو إهانة يعني عربي من مكة يتيم ما يقرأ ما يكتب ما دارس في مدرسة شنون يجي بهذا ليش إعجاز القرآن إخواني حنا في السنة هاتشين حول إعجاز القرآن إعجاز القرآن هم ظاهرا هم معنا هذه المعاني العظيمة اللي ذاك اليوم أحد ما يقول فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء هذه أمور مو عادية إحنا عادية لن صايرة عندنا لأن مسلمين مؤمنين نحب أن نكون خوش ناس مثلا أما ذاك اليوم بعض الأجلاف من الجاهليين ما يعرفون الشي هصلا كل الوأد البنات ربا سرقات عشيرة تغير على عشيرة أخرى هذا كان عيشتهم بعد العرب ذاك اليوم وببركة رسول الله صاروا في الشي ببركة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن مع الأسف بعضهم لم يعرف قدر رسول الله المهم فالقرآن يقول هذا اللسان أعجمي هذا ما يقدر ينطق أصلا فإنسان نصراني كان في مكة يعرف شوية يقرأ كتاب الإنجيل أو التوراة أو ما يشيره عنده كتب صديق النبي وبعدين أسلم لما نشاف أن ذكره رسول الله موجود في الإنجيل موجود في التوراة هو مثقف فإذا صار مسلم فقالوا هذا يعلمه هذه الآية حول هذه نزلت لأنها مكية عندما ذهب إلى هاجر إلى المدينة قالوا سلمان الفارسي يعلمه طبعا هاي الآية مو بالنسبة للسلمان بعض المفسرين قالوا سلمان بس ما يصح لأنه سورة مكية واللهجة سياق الآيات حول مكة صار واضح صلى على محمد هذه المقدمات حتى نكون في أجواء الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا من الأسباب من الأسباب اللي كانوا يتهمون النسخ كان النسخ شنو النسخ أكو آيات ناسخة تنسخ سابقتها والسابقة تسمى شنو منسوخة في العقائد أصلا ماكو مستحيل ليش لأن العقائد متتغير أن الله سميع عليم بصير خبير أحد صمد الأنبياء نزلوا بعثوا الكتب فلان هذا ماكو به نسخ تاريخ الأنبياء ما به نسخ الأخلاق الفاضلة العدل والإحسان يتغير ما يتغير هذه الأمور العامة أصلا ما به نسخ بعض الفروع سأجيب لكم مثال طبعا هذه المثال صار في المدينة مو في مكة في مكة وإجت آيات ناسخة في المدينة المثال الواضح تغيير القبلة الناس وان كانوا يصلون صور بيت المقدس من ميام مكة إلى ما أدري السنة أي سنة ما أذكر كنا نروح أيام الحج مسجد القبلتين القبلتين لماذا يسموها القبلتين لأن النبي كان يصلي جماعة مع الأصحاب نزل جبرائيل يا رسول الله غير القبلة غير القبلة من تجاه بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة طيب أنت يا رسول الله كنت تصلي بنا صوبا القدس المغصوبة رغما على أنف من نياقبل مغصوبة القدس كنا نصلي صوب القدس شنو صار نسخ هذا نسخ في فرع من الفروع شنو هو اتجاه القبلة مثلا في قضية العقاب الزانية كان عقاب الزانية أن تجلس في بيتها مثل مسجونة إلى أن تموت بعدين اجت آية ثانية لا يا بي الجلد مثلا مئة ما أدري ضربة وبعدين تتوب هناك أشياء خفيفة طبعا شنو حكمته هاي الآية الأولى حول هذا الموضوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية مكان آية بدلنا يعني الآية الثاء الأولى تبقى في القرآن منشيلها ولكن نبدلها يعني الحكم يتبدل القبلة كانت مننا ناس مننا هذا هو وإذا بدلنا آية مكان آية ليش نبدل والله أعلم بما ينزل إذا أنت مسلم مؤمن بالله مؤمن بصدق رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وأن هذا القرآن من قبل الله الله ينزل هذه الأحكام لمصالح هو يعلمها حكيم خبير عليم يعرف مصالح العباد طيب والله أعلم بما ينزل مشكل قالوا منه قال المشركين قالوا إنما أنت مفتر والعياذ بالله افتراء يعني اتهام الشخص بالكذب الشديد يسموه افتراء قالوا إنما أنت مفتر الجواب شنو الجواب كلمتين بل أكثرهم لا يعلمون طيب إذا لا يعلمون مقصرون أم لا سؤال لا العلماء يقولون هنا أنا يفرق بل أكثرهم يقول ما يقول كلهم ليش لأن أكثر العرب ذاك اليوم همج الصناديد والمرتبطين بالكتب السماوية يعلمون ولكن شنو يعاندون أكثرهم لا يعلمون يعني ما يدرون المصالح شنو بين لهم يا رسول الله إذا هم قلوبهم طاهرة ما عندهم عناد ما عندهم تعصب يقبلون بعضهم ما يدرون شنو المصلحة خب المؤمن شي يسوي شوف المؤمن قل نزله روح القدس من ربك بالحق هذا ما جايب من نفسه روح القدس ينزله يعني من قبل الله روح القدس كما أشرنا في الصور الليالي الأولى من شهر رمضان أكو عندنا الروح وأكو عندنا الروح القدس جبرايل هو الروح القدس ليش لأنه القدس هو الطهارة فهذا روحها هو الشكل نسمي روح القدس حتى في الكتب السابقة ألكو كلمة روح القدس يعني في التوراة والإنجيل لقب لجبرايل أما إذا اجت الكلمة الروح يعني ملك أعظم من جبرايل كما قلنا وعشرنا بالتفصيل ولذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح هناك أغلب التفاسير والروايات تقول أنه الروح ملك أعظم من جبرايل ما علينا هناك معناتك جبرايل قول يا رسول الله قل لهم هذا مؤمن عندي القرآن مؤمن عندي كلمة منها مؤمن عندي طيب من يجيبه نزله روح القدس من ربك بالحق ليش بالحق لأنه إذا شفت آية مكان آية بالحق يجي هذا بالمصلحة يجي حكمة أكو بيها تغييرها ليش ليثبت الذين آمنوا المؤمن عندما يتغير آية تتغير آية تجي مكان آية يثبت الله قلبه ليش لأنه آمن بهذا الشخص انتوا الآن مش شكل معاد كلنا إن شاء الله هالشكل وإن شاء الله نبقى هالشكل وأولاد يكونون هالشكل ذريتنا يكون هكذا إن شاء الله شوفوا يا إخواني إذا واحد آمن بالله وبالمعاد وبأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وبأن الأئمة المعصومين فلان وفلان 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 فاطمة الزهرة سيدة الإسر إذا اعتقد بالدليل بالبرهان بالإقناع بعد لازم لا يستشكل بعد نعم يستفهم يستفهم غير يستشكل يستفهم يعني يريد يفهم الاستفهام طلب الفهم أما الاستشكال طلب الإشكال بعد هذا يريد يخربط يعني يريد يعاند الآيات عندما كانت تنزد ولو كانت ناسخة لما قبلها هوايا ما موجودها في القرآن يمكن كل الناسخ مو أكثر من ما أدري شكرا بالعدد ما أدري بش مو هوايا يعني في الأحكام الفرعية القليلة ليثبت الذين آمنوا لأن ما دام اعتقدت استفهم ولكن لا تعاند هذا الدرس لنا أيضا الآن شنو صاير الآن يقعدون في بعض الأماكن أو في بعض الكتب يكتبون أو في بعض الفضائيات أنا مو رأي هذا أولا من أنت الآن هذا الحكم بعد ميلائم المجتمع البشري في هذا العصر الذي نعيش فيه فلان ما يشكل هذا الإسلام كان ما القديم ما أدري الحجاب ما القديم إلى آخره سامعين بعد هذا خطر ترى أنت إذا اعتقدت بأن هذه الأحكام من قبل الله سبحانه وتعالى وأنزله روح القدس يعني جبرائيل على قلب رسول الله فلازم تعتقد بكل بعد أنا عندي قامة مقولة دائما أقول إذا تريد تذنب مو خطاب لكم لأي شخص إذا واحد يريد أن يعص الله خل يعصي ولكن لا ينكر أكفرق بين أن يرتكب الإنسان معصية وبعني أن يقول لا هذا خشي زين هذا مثال واحد يسرق بعد يمكن يوتوب واحد يسرق ويقول السرقة زين مو حرام واحد يكذب ويقول الكذب خشي هذا ليش يجيب فلوس شوفوا لا تتهم الفضيلة وتقول الرذيلة وتنسبها إلى الفضيلة الرذائل رذائل تبقى رذائل الظلم رذيلة فلان يظلم ويقول هذا عدل أعجيبا هذا تريد تظلم مثلا يظلم على زوجته يظلم زوجته يظلم الخادم مثلا ويقول إذا ما أسوه الشكل أكو هالمقولة موجودة حتى في بعض البلاد يقول العامل إذا مت ضربة ما يشتو كأنه الثقافة صايرة يعني بابا أنت تريد تعصي الله اعصي بعد انت توب أما لا تقول أن هذا زين فلان يمنع بنته من الحجاب خل معصية أو المرأة هي تصبح سافرة ما يخالف بعد ان شاء الله تتوب أما لا تقول هذا هو الصحيح هذا مشكلة ترى ليش هذا مشكلة لأنه هذا عناد مع الله سبحانه وتعالى الحجاب حكم شرعي الربا حرام فلان يريد أن يأخذ الربا خل يأخذ ان شاء الله بعدين يتوب من عندي أقول القرآن القرآن ما القديم كان هذا وغلا بالألف أربعمائة سنة وهكذا وهكذا أنا دائما أقول استغفر الله من كلمة أنا عوذ بالله أقول بابا الإنسان إذا أراد أن يعصي أن يعصي الله يعصي ويتوب إن شاء الله الله يغفر له أما لا يعاند مع الله احنا نشوف ليثبت الذين آمنوا الناسخ كان يأتي آية الناسخة المؤمنون كانوا صامدون أغلبهم يقول ثبت فؤادي أنا قبلت أن هذا محمد رسول الله فما يجيب من عنده ما يفتري أولا تثبيت يصير فهذا لازم درس إلنا أن كل شيء من الإسلام نقبل حتى إذا نعصي حتى إذا نرتكب معصية ما يخالف ولكن لا نعادد لنقول أنه هذا شنو هذا الحكم شنو هذا مشكلة هذا يعني وقوف أمام الله مجاهبة مجابهة مجابهة لله أمام الله أمام القرآن أمام رسول الله صعبة هذه مثلا واحد يريد يخالف رأي أبو أبو وابن يصير بعد يعصي أباه بعدين يقول بابا أنا أعتذر بعد فترة هو يعرف أنه ما سوزن بعض الأولاد يقول لا زيان هذا لازم أقاوم قدام والدي أعانده بابا إنت تريد تسمع كلام والدك ما يخالف بعدين تهتدي إن شاء الله ولكن لي تقول أن هذا زيان هذا الفرق ليثبت الذين آمنوا أولا وهدى هداية الهم الهداية من الله سبحانه وتعالى فإدمار يشوف أنه تنور قلبه هداية صارت عليه وبشرة للمسلمين بشارة لهم لآخرتهم لدنياه خب هذا انتهينا منه الآية التي قدمنا مقدمة مفصلة حول أنه في مكة ما كانوا مثقفين وفلان كان مثقف يعرف بعض الكتب هنا كانوا يتهمون رسول الله بتهم أنه استغفر الله والعياذ بالله أنه كذاب مفتري ليش وهذا القرآن من يجيبه أكو واحد مسيحي في مكة صاير مسلم هو الذي يلقي على رسول الله وإلا هذا ليس من الله ولقد نعلم أنهم الله يقول احنا نعرف الله كل شي يعرف خبير بضمائرنا بحركاتنا بسكاناتنا واحد حقيقة لمن يفكر في هذا المعنى أنه الآن 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 وفي كل آن الله يعلم به خبير به شوية يرتدع ولقد نعلم أنهم يعني المشركين يقولون إنما يعلمه بشر هذا مو من الله بشر أكو ناس موجودين في مكة يعني ذلك النصران اللي صار مسلم هذا يعلم رسول الله يقول لها اليوم روح اقرأ مثلا سورة الواقعة سورة الرحمن سورة قل هو الله أحد هذه آيات مكية هذه الجواب شنو لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا خلص جواب بعد أنتم تقولون أن فلان ابن فلان النصران صار مسلم صديق رسول الله هو يعجب هالآيات القرآن يقول لي وروح اقرأ بابا هذا أعجمي مو عجمي ها قلت أول قدمة الكلام قلت عجمي يعني غير عربي أعجمي عربي هو من مكة من الجزيرة العربية نصارى نصارى من الجزيرة العربية عرب ولكن لسانه أعجمي يعني شنو يعني لا يعرف أن ينطق مو فصيح مو بليغ مو شاعر مو أديب بيقدر يخطب لسان الذي يلحدون إليه يعني ينسبون بالخطأ إليه أعجمي يعني اللسان أعجمي مو فصيح وهذا هذا يعني شو القرآن وهذا لسان عربي مبين واضح من يستطيع أن يأتي بآية مثل هذه الآيات تعرفون أن المشركين كانوا أيضا فصحاء وبلغاء وشعراء بهم يجون بالليل النبي يجلس عند الكعبة يقرأوا القرآن ذول الصناديد المعروفين اللي بعضهم بعدين صاروا مسلمين بالظاهر كانوا يجون يختبئون وراء الجدران عند الكعبة حتى يستمعون كلام الرسول عندما يقرؤوا القرآن كل واحد يجي يختبئ في مكان ليش من روعة هذا البيان من عظمة هذا القرآن بكرة لمن يصير يعاندون بعدين بالليل لمن يرحون النبي يخلص القراءة كل واحد يشيو صاحبة يقول ها انت وان شن قلت والله يقول والله شن جاي اشوف هذا النبي ومخو ما يقل النبي شن يقرأ من لذتهم بلغاؤهم حتى شالوا المعلقات شالوها بعد خجلا الأشعار المهمة اللي كانت معلقة على الكعبة شالوها استحياء وخجلا وهذا لسان عربي مبين شلون التي فيها اخباره بالغيب اخبار بالانبياء السابقين هذه كلها معاجز وهذا لسان عربي مبين اذو يؤمنوا بآيات الله لا يهديهم الله هذا يقول يا رسول الله لا يؤمنون بآيات الله آية الله يعني الكلمات التي تنزل على رسول الله وهي آية القرآن آية معجزة عنادا لا يؤمنون بآيات ما دام ذه شكل لا يهدي هم الله وقلنا سابقا عدم عدم هداية الله يعني يجعلهم وأنفسهم قذلان باختيارهم يعني لا يكون جبر لا جبر أبدا هم بعنادهم لا يريدون الهداية فالله لا يهديهم يعني يجعلهم يرحون بدون هداية ولهم عذاب أليم لأنهم عاندوا وكابروا واستكبروا يعرفون الحق وينكرون بعدين فيتكلمة لطيفة آخر آية يقول الكاذب منه الكاذب هو الذي لا يؤمن بالمعاد ولذلك يكذب أصلا الاشنال ليش يكذب إما عاجز وإما محتاج وإما لا يؤمن بالآخرة هذا يكذب وإلا عادة الذي يؤمن بالآخرة ما يكذب ما يكذب أبدا ليش لأنه يدري أنه بكرة حساب أكو به إنما يفتري الكذب يفتري من كلمة الفري يعني يقطع يجيب قطعة من الكذب من الصدق الموجود الصادق الموجود الكلام الصادق الموجود يفتري يعني يقطع قطعة ويجيبه كذب إنما يفتري الكذب من هو الذين لا يؤمنون بآيات الله غير المؤمن يكذب المؤمن لا يكذب أكو حديث جدا لطيف أتصور جبته إياه سئل رسول الله صلى على محمد الله قالوا يا رسول الله يكون المؤمن جبانا ممكن أكو ناس شجعان أكو ناس يعني جبانا ما عنده شجاعة أيكون المؤمن جبانا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم بعد هاي حالات نفسية موجودة عند البعض قيل يا رسول الله يكون بخيلا ماذا يقول الجواب نعم هاي عدنب خلا قيل يا رسول الله يكون بخيلا قال نعم قيل يا رسول الله يكون كذبا الذي يكذب دائما قال لا شوفوا الآية إنما يعني فقط ولا غير هذا ولا غير إنما للحصر إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله المؤمن لا يكذب وأولئك هم الكاذبون يعني هؤلاء الذين هم يتهمونك هم الكاذبون ليش هم الكاذبون لأنهم يعلمون أنت صادق عمدا لعنادهم يقولون أنت كاذب فهم الكاذبون أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة طبعا واجبة هنا لأن بعضها صعبة إذا يستطيع وإلا إذا ما يستطيع مواجبا مثل الحاج واجبة ولكن المن للمستطيع للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة له من الله عز وجل يعني الله أوجبها للمؤمن على المؤمن والله سائله ما صنع فيها يوم القيامة يسأل حق أنت لك حق علي وأنا لي حق عليك شنو أول شي ثلاث أشياء قلبية مو عملية أولا الإجلال له في عينه الإنسان يحترم أخه المؤمن ليستهزئ به هذا الإجلال في عينه أيضا يعني في قلبه ثانيا والود له في صدره لازم المؤمن يحب المؤمنين كل مؤمن يحب أخوه المؤمن هذا قلبي هذا الثالث عفوا الإجلال له في عينه والود له في صدره هذا مع بعض يصير واحد الثاني وأن يحب له ما يحب لنفسه أنا ما أحب واحد يحتي ورايا قل له تحتي ورا الناس أنا وارد واحد يغشني فليش أغش الناس الثالث والمواساة له في ماله أنا عندي قدرة صديقي ما عنده قدرة أواسي يعني أساعده الرابع وأن يحرم غيبته لا يغتابه والغيبة شنو أخواني ما يكره ويصير غيبة الخامس وأن يعوده في مرضه صار مريض وهذه العادة موجودة عندكم جدا لطيفة تروحون إلى المستشفيات إلى البيوت تعودون المرضى هذا جدا ثواب جدا وأن يعوده في مرضه وأن يشيع جنازته مات لازم تروح تشيع إذا تقدر طبعا هذا كلها يرتبط بالقدرها وأن لا يقول بعد موته إلا خيرا مات وراح ما استفد شيء أنا سامع منه لن تجد تنقل في الديوان أنت فلان الميت هشكل صوى هشكل قال نترحم عليهم على الموتى اللهم من مات من جمعنا هذا هاي السنوات اللي أنا كنت في خدمتكم وفي خدمة القرآن كثير من أصدقائنا من أحبتنا كانوا في هذا المجلس المبارك ذهبوا إلى ربهم اللهم ارحمهم جميعا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله على محمد سبحان الله الله على محمد الله على محمد